باسلوب مبتكر دشن مجلس الأعمال اليمني في القاهرة فعاليات المعرض التعريفي الأول للشركات والمؤسسات اليمنية العاملة في جمهورية مصر تحت رعاية سفير بلادنا في مصر الدكتور محمد مارم وشمل المعرض التعريفي الذي خصص لأبناء الجالية اليمنية عددا من المجالات من أبرزها المجالات الصناعية وتجارية والعقرية نحن اليوم في المعرض اليمني لمجلس رجال الأعمال وهو يحتوي على عدد كبير من شركات اليمن الصناعية والعقارية المتواجدة في مصر أردنا من خلالها التعريف بمشاركة اليمن في جمهورية مصر العربية بالرأس المال اليمني الذي نزح من اليمن قراء الحرب وهو شريك اليوم في جمهورية مصر العربية في نفس الدعوة التي دعا عليها فقامة الرئيس السيسي لكيفية رفع مستوى الاستثمار في جمهورية مصر نحو الجمهورية الجديدة أردنا أيضا من هذا المعرض أن يكون هناك تشابك ما بين شركات اليمن المتنوعة فيما بينها البين لكي يكون هناك تكامل في من يقوم بعملية استكمال شركات معينة بماتيريا معين استخدمها إليه ويتحصر عليها بالشركة الثانية يأتي المعرض لإظهار حجم الاستثمارات اليمنية وتسليط الضوء عليها والسعي نحو توسيع نشاطها وعقد الاتفاقيات وإبرام التبادل الخدمي بينها بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون التنائي بين البلدين نشكر قناة المهرية لتغطيتها هذه الفعالية الاقتصادية الأولى في جمهورية مصر العربية أولا قامت هذا المعرض هو المعرض التعريفية الأول للشركات اليمنية في مصر والذي يهدف إلى عقد التفاقيات والتعريف بالمنتجات والشركات اليمنية الموجودة والمستثمرة داخل جمهورية مصر العربية وأيضا يهدف إلى تبادل المنفعة بين هذه الشركات وبين الشركات الأخرى الغرض منه طبعا إلى زيادة التصطير إلى خارج جمهورية مصر العربية بهذه المنتجات والشركات أيضا وإلى زيادة مبيعات هذه الشركات على المستوى المحلي الجهة راعية للمعرض تسعى إلى تحقيق جميع التسهيلات اللازمة لضمان تقدم عجلة الاستثمار وسير فطتها المرسومة نحو إنجاح معادلة التقارب بين الشركات والمؤسسات بالتنسيق مع المعنيين وجهات الاختصاص في الحكومة المصرية سعودنا وتشرفنا نحن شركة البرغة الطبية وعلى رأسها سلسلة معامل البرغة الطبية وأيضا شركة البرغة المستثمات الطبية في جمهورية مصر العربية في المساهمة والمشاركة في هذا المعرض أول معرض يمني يجمع المستثمرين اليمنيين ويجمع رأس المال اليمني في كيان واحد وهو مجلس الأعمال اليمني والذي يتم بإشراف سعد السفير محمد علي مارف حفظه الله وإذن رئيس مجلس الأعمال اليمني الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد المجاهد الهدف للمعرض هو أني أنا كمشروع طبي أدعم المشروع العقاري المشروع العقاري يدعم المشروع الطبي المشروع الخدمي يدعم الاستثمارات في المصانع والمواطن الصناعية كل واحد مننا كمساهمين يمنيين ومستثمرين يمنيين يدعم الآخر نحن في بلد الغربة مجموعة شركات يمنية عاملة كل من لديه منتج بحاجة إلى التعارف وتبادل المنافع والتنسيق بين كل هذه الشركات وإن كان بداية لكن يكون إن شاء الله عز وجل في المستقبل بشكل أوسع ويستوعب شركات أكثر لم تكن حاضرة اليوم كنا نود أن تكون كل الشركات موجودة إن شاء الله بداية طيبة وصحيحة ونتمنى أن نتطور أكثر وأفضل تتميز هذه المعارض بسقل رؤوس الأموال والمستثمرين في مختلف المجالات بهدف تكوين ملحمة استثمارية يساعد كل منها الآخر على تخطي الصعاب وسد عجزها ونقاط ضعفها واقتراح رؤية تجارية تسمح لها بمواصلة العمل لتحقيق أهداف الشركات وتقديم الخدمات للمستفيدين والمستالك لبرنامج أسبوع البلد في ريال طاهر قناة المهرية